السلام عليكم أساطير HD Action بطل فيلمنا النهاردة بيخطط للانتقام خلال 30 سنة من حياته ولما بيجي يوم التنفيذ وبيتقابل مع اللي كان السبب في حزنه بتحصل المفاجأة الكبيرة تحت أنظار ممرضة غامضة وبيبدأ فيلمنا بحكاية تقسيم غزلافيا سنة 1991 وبسبب التقسيم ده حصلت حركات عنف وتمرت كتير وصلت لسنة 2001 ومن كتر ما الحرب دي كانت خطيرة وعنيفة راح ضحيتها أكتر من 300 ألف قتيل ومليون مشرد حول العالم ورغم أن الحرب وقفت بعد تدخل أمريكا إلا أنه كان في بعض الناس بيسعوا للانتقام من اللي حصل لهم وفي وقتنا الحالي سنة 2017 كان في ممرضة اسمها سوزان موجودة في مكتب التحقيقات الفيدرالي وده علشان تشهد باللي شافته في المستشفى اللي بتشتغل فيها خصوصا أنه حصلت أعمال عنف كتير والمكان كان في حالة من الفوضى وبيبقى المحقق متعصب من سوزان وعاوزها تحكيله تفاصيل اللي حصل من البداية فبتحكي سوزان أنه كان يوم عادي في المستشفى ولما بتسألها المحققة إزاي تورطت في اللي حصل اتعصبت سوزان وقالت أنه مكان شغلها وطبيعي تتورط فبتوريها المحققة سعتها صورة شخص اسمه فيليب وبتأكد لهم سوزان أنه أنقذها من الموت وبيبقى المحقق شاكك فيها ومش مصدق أنها بريئة خصوصا أنه كاميرات المرأبة كانت متعطلة في المستشفى والمستشفى نفسها يعتبر مقفولة وما فيهاش غير قسم الطوارئ اللي شغال فبتحاول المحققة تهدي الدنيا علشان تحكي سوزان بالتفصيل وقتها سوزان بتعرفهم أنه فجأة وصل المستشفى كذا عربية إسعاف وكل اللي فيها مصابين بطلقات نارية وحالتهم خطيرة ومن ضمنهم كان فيليب اللي تصف راسه وبيبنق أنه كان في معركة شرسة جدا نجا منها بعجوبة ولأن إصابته مش كبيرة بتاخده سوزان علشان تساعده وبيبقى كمان متصف دراعه فبتروح سوزان تيجيب المستلزمات وبتاخد بالها أن واحد من المصابين شكله مسئول كبير وبيسأل عن حراسه لكن مش بتهتم وبتروح لفيليب وبتأكد سوزان في كلامها أنها تصدمت لما لقيت قلب فيليب نبضه منتظم ولا كأنه مجروحه بيتقلم من الوجع لكن بيقطعها المحقق وبيفضل يطعم في كلامها كل شوية والمحققة بتتدخل من جديد وبتعرض صور كتير للجنود اللي هاجموا على المستشفى وبيبنق أنهم قتل بلا رحمة وصعب السيطرة عليهم وأشراسهم كان شخص اسمه رادوفان وبيأكد المحقق أن فيليب زي الناس دول كده وما ينفعش تطلع حية من المستشفى فبترجع سوزان تفتيكر لما وصل رادوفان وفريقه للمستشفى ولما رادوفان شاف أخوه مد بالإصابة بيحزن جدا عليه في الوقت ده فيليب جاه السلاحه لأنه عارف اللي هيحصل وبتتصدم سوزان لما بيمسكها رادوفان علشان يجذب انتباه فيليب لكن فيليب بيظهر وبتستغل سوزان الفرصة وبتستخبه بسرعة وبيفضل الاتنين يضربوا النار على بعض بشراسة لكن الإصابة كانت مؤسرة على فيليب بشكل كبير فبيقطعها المحقق تاني وبيسألها ليه ما هربتشي ونجد بحياتها ساعتها فبتأكد له إن كل حاجة حصلت في لحظات وكانت خايفة تموت لو حاولت الهرب فبتقرر المحققة تطلع زميلها برة شوية علشان تخلي سوزان تتكلم براحتها فبتكمل لها سوزان إنها مشيت ورا فيليب لإن درعه محتاج خياطة ودخلته غرفة معينة ما في هاشبينج وبدأت تخيط الجرح وهو واعي وهنا بيدخل عليهم المحقق مرة تانية بعد ما عارف إن المسؤول اللي كان في المستشفى يبقى هو الوزير السرب السابق واللي كانوا معا دول حراسة وقائدهم كلاوس اللي طلب من رادوفان يدوروا على فيليب ويخلصوا عليه بأي طريقة وأعضاء العصابة كلهم بيبقوا من نخبة المقاتلين لدرجة إنه محدش بيقدر يقف أصادهم وأي عملية بينفزوها بنجاح وأثناء ما سوزان بتخيط الجرح لفيليب بيحكي لها إنه كان مع رئيسه في الشغل واللي هو الوزير السربي وراحوا الشخص ياخدوا منه حاجات معينة لكن ساعتها حصلت مشكلة وفيليب لقى نفسه في قتال شارس مع جنود النخبة لحد ما فقد وعي وجيل المستشفى مع البقيين فبتقول له سوزان إنه في طريق خلف للمستشفى يقدروا يهربوا منه فبيشكل محقق فيها مرة تانية لإنها قررت تتحرك مع فيليب وبيعرفها إنه سفاح عديم الرحمة وبيخلص على أي حد في طريقه وبيبدأ يحكي لها إن خلال الحرب اللي حصلت في سربيا الدنيا تضمارت خالص ووالد فيليب في الوقت ده كان من أشد المعارضين للحرب ونشط سياسي وبسبب كده بدأوا يستهدفوا الأب أكتر من مرة فقرر يقعد في مكان معزول مع ابنه فيليب ومع ذلك نجح المتمردين في الوصول للأب وموته تحت أنظار ابن الصغير واليوم ده غير حياة فيليب للأبد وأصبح الوحش اللي عليه دلوقتي فبتفتكر سوزان لما خرجت من الغرفة مع فيليب وشافته بيدخل في قتال مع واحد من أضخم جنود العصابة ورغم إصابة فيليب إلا أنه بيوجه ضربات قوية جدا للراجل اللي قدامه وبيفضل يضرب فيه بمنتهى القوة لحد ما بيطعنه وبيقضي عليه تماما في هدوء وبتأكد سوزان إن وظيفتها كممرضة بتحتم عليها تصدق الناس علشان كده كملت طريقها مع فيليب على أمل إنهم يخرجوا من المستشفى لكن فيليب بيبقى تعب جدا ومحتاج يرتاح لأنه بيقع منها وهم في الطريق وبتقوموا بالعافية ولما بيقعدوا علشان يرتاح بيعرفها فيليب اسمه وبيأكد لها إنه شخص كويس وبيعرفها إنه في المهمة والمهمة دي لسه ما خلصتش علشان كده عايزها تساعده وهو هيخرجهم من هنا أحياء وفجأة بيوصل رادوفان في الممر وبيفضل يستفز فيليب علشان يطلع من مخبأه وبالفعل بيطلع فيليب لكن مش بيقدروا يشوفوه وده بيعصب كلاوس جدا لإنه عاوز يتخلص منه وفيليب بيعرف سوزان إن اللي بره دول الجيين علشان ينظفوا الفوضى كلها بعد ما يخلصوا عليه بس بيقاطح حكاية سوزان الملف اللي كان طالب المحقق من أتباعه وبيبقى الملف الخاص بسوزان وحياتها كلها فبتتفاجئ سوزان إنه لسه بيشك فيها لحد دلوقتي فبيأكد لها المحقق إنها لو جاوبت على كل أسئلته هيسق فيها ساعتها ويكمل معاها الحكاية وبيلبس نظرته وبيبدأ يسألها تحت أنظار الكاميرات وجهاز كشف الكتب وبيحاول يوقعها في سؤال لكنها بتفهم وبتحكيله إنه تم اعتقالها قبل كده لإنها اعتدت على حبيبها بالضرب فبيستغرب المحقق وبيسألها إزاي قدرت تضربه فبتعرفه سوزان إن عمها علمها القتال من وهي صغيرة علشان تدافع عن نفسها وقتها بس بيصدقها المحقق وبيقرر يكمل معاها فبترجع سوزان تفتكر لما كانت ماشية مع فيليب وشافه رجل ضخم جدا فبيطلب منها فيليب تستخبأ لحد ما يقدر يقضي عليه لكن الغرفة اللي دخلتها سوزان اتفجأت إن واحدة من العصابة ظهرت فيها وبتهددها وبتأكد لها إن فيليب عمره ما هيهزم المقاتل اللي قدامه وبالفعل بيبقى المقاتل قوي جدا في القتال قريب المدى وده بيصعب الموضوع على فيليب وكمان سوزان بتدخل في قتال شارس مع البنت اللي معاها على أمل إنها تنجل للادي من الموت وبيبن إن مهارات سوزان في القتال قوية جدا وصعب هزمتها في الوقت ده كان فيليب رجح كفته في القتال لصفه وبدأ يضرب الراجل اللي معاه لحد ما قصر رقابته وقضع عليه سوزان هي كمان فضلت تخنق البنت التانية بكل قوتها لحد ما ماتت وبتبرر سوزان موقفها قدام المحقق إنه كان دفاع عن النفس ولو ما كانتش قتلت البنت كانت البنت قتلتها وبسبب اللي حصل ده بتعرف فيليب إنها عايزة تسيبه وتمشي فبيأكد لها فيليب إنه هيحميها لحد ما يخرجه من هنا لكن لازم تفضل معاه ومع ذلك سوزان بترفض وبتقرر تمشي لوحدها وبتتمنى التوفيق لفيليب وبتطلب منه يقول لها سبب اللي بيحصل ده لكن فيليب مش بيقول لها غير إنها لازم تفضل معاه وإلا هتموت بس مش بتسمع كلامه وبتسيبه وبتمشي علشان تهرب فبيأطاها المحقق ساعتها وبيقول إنه هي كمان سابت فيليب وده لإنه زمان لما أبو فيليب مات أصبحت أمه مستهدفة هي كمان وقتها قررت الأم تمشي ابنها الوحيد وتبعده عنها وبتأكد له إنه لازم يكمل اللي بدأوا أبوه وبتوريه صورة الشخص اللي قاتل أبوه وبتطلب منه يتضرب كويس لحد ما يقدر ينتقم ويرجع حقهم من تاني وبمجرد ما بيمشي فيليب الجنوب بتقتحم المكان وبتخلص على أمه في لحظات وبتبقى المفاجأة إن الجند اللي قاتل أبو فيليب أصبح الوزير الصربي بعد كده وفضل الطفل فيليب يتعلم القتال بكل أنواعه وأساليب كتير للنجام للمعارك المميتة لحد ما تحول لسفحه قاتل متدرب كويس جدا وساعتها شافوا الوزير الصربي في قتال وعجبوا أداؤه فقرر يضم الفريق اللي بيقوده كلاوس في الوقت ده وبيفضل فيليب يفتكر منظر أبوه لما مات قدام عينيه وهم بيعملوا علامة على سدره تدل على إنه بقى معاهم في العصابة خلاص وده كان هدف فيليب الأساسي وهو إنه يخلص على الوزير الصربي بعد 30 سنة من وفاة أبوه ودخل جوا العصابة بتاعته في انتظار اللحظة المناسبة فبتستغرب سوزي إزاي مجرم زي ده يبقى وزير فبيعرفها المحقق إن بسبب نفوزه وعلاقاته قدر يعمل كده فعلا وبيوريها المحقق الرمز الموجود على جسم فيليب واللي بيأكد إنه سفاح متمكن وبعد انتهاء الحرب إلعين كانت على الوزير الصربي وعلشان كده راح الوزير وأتباعه لشخص يساعده على الهروب من البلد والإن فيليب كان معاه وشاف اللي بيحصل قرر إنه يبدأ في تنفيذ عمليةه الانتقامية في الحال قبل ما الوزير يهرب للأبد وبالفعل بدأ يخلص على الرجالة واحد ورد تاني وينجح كمان في إصابة الوزير بطلقة لكن خد ضربة قوية على دماغه وجرح في إيده خلوه فقد التوازن تماما وبعدها الإسعاف جات نقلة الجميع وبسبب كل ده المحققين مستغربين لفليب ساب سوزان عايشة بعد ما شافت كل ده فبترجع سوزان تحكي لهم إنها فضلت مستخبية ولما خرجت لقت مجموعة من الجسس علشان يتضح إن فليب هو اللي خلص عليهم واحد ورد تاني بمنتهى البراعة فبتبضل سوزان تدور على فليب في كل حتة وبيبقى فليب واقف قدام الوزير اللي لسه ما يعرفش بخيانته فبيحط فليب المسدس في بطنه وبيفكروا بقتله الأبوه وبيديله طلقة في بطنه بعدها كان طلقة في دماغه علشان يموت للأبد ورغم إن سوزان شافته وهو بيعمل كده إلا إنها بتقول في التحقيقات إنها شافت الكل ميت ومن ضمنهم الوزير لكن ما شافتش فليب وهو بيقتلهم أبدا لكن رادوفان كان لسه عايش ودخل في قتال عنيف مع فليب وقتها بيسمع كلاوس الصوت وبيجري يهجم على فليب هو كمان بس فليب بيطعنه بالسكينة في رجله وبيكمل قتاله مع رادوفان وبيفضلوا الاتنين يضرابوا في بعض بمنتهى القوة والعنف وبيستخدم فليب كل قوته علشان يقضي على رادوفان ويخرج من هنا لدرجة إنه بيرمي من شباك إزاز وبيطلع علشان يكمل عليه ساعتها كلاوس شاف سوزان وفضل يخنقها لإنها بقت تعرف كتير لكن سوزان على آخر لحظة مسكت مقص وفضلت تطعم في كلاوس لحد ما مات وبتبقى الشرطة وصله للمستشفى ولسه فليب ورادوفان في قتالهم النهائي ورغم إصابة فليب إلا إنه بيكمل ضرب في رادوفان بكل قوته خصوصا بعد ما بيفكروا رادوفان بأبوه وده بيعصف فليب أكتر فبيخنقوا فليب لحد ما بيموت ولما بتوصل الشرطة بيلقوا الممرضة والناس كلها مقتولة لكن فليب مختفي ولإن سوزان ما شافتهش وهو بيقتلهم فبترفض تبقى شاهدة وقتها بتطلب منهم إنها تمشي وبتوافق المحققة بعد ما بتخليها تسيب عنوانها وبيبقى فليب خلص المهمة بتاعته وارتح أخيرا إنه حقق أمنية أمه وانتقم من كل اللي تسببه في قتل أبوه وبيشوف الشرطة وهم بياخدوا سوزان معهم من المستشفى وبمجرد ما بتمشي سوزان من مكتب التحقيقات بيقعد المحقق مع المحققة يتناقشه ووقتها المحققة بتكتشف الصدمة الكبيرة لإن نظارة المحقق بتعكس اللي بيقراه وعلشان كده سوزان جوبت على الملف بتاعها بسهولة وكمان المساعدة بتدخل عليهم تديهم المفاجأة الأكبر وهي إن سوزان الممرضة الحقيقية لقوها مربوطة في المستشفى علشان يتضح إن سوزان المزيفة دخلت المستشفى وخادت لبس الممرضة علشان تبقى مكانها وبيبان كمان إن هي اللي خلصت على كل الرجالة بسهولة وبتتقابل بعدها مع فليب في العربية فبيبعت لهم شخص تهنئة على نجاح المهمة وبيطلب من سوزان ما تتمسيكش تاني لإن خدعة النظارة نفعت مع مكتب التحقيقات لكن مش هتنفع تاني علشان يتضح إن المحقق هو اللي كان بيبعت لهم الرسائل دي وعلشان نفهم أكتر اشترك في القناة وفعل الجرز لإن الجزء الجديد فيه توضيح لكل اللي حصل بالتفصيل وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة يا أسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Action